بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس هكذا يدير النادي الأهلي ملفاته وهكذا كان التعاقد مع المدير الفني السويسري الكبير مرسل كولر ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع جهاز معاون على أعلى مستوى ودون أن يخترق أي شخص عملية التفاوض أو يتم تسريبها إعلاميا قلت لحضراتكم لو نفتكر مع بعض أنا قلت لحضراتكم يوم الأربع كانت آخر حلقة بكون فيها متواجد مع حضراتكم قلت لكم إن شاء الله يوم الحد هنتكلم كتير خلال الفترة اللي فاتت تحملنا انتقادات وكلام كتير جدا يخص قناة الأهلي ويخص البيت الكبير تحديدا ولكن في النهاية زي ما قلت لحضراتكم أنا طالما الانتقاد جاي من جمهور النادي الأهلي فهو انتقاد بالنسبة لي انتقاد محبوب بحبه عنديش أي مشكلة إن أنا أسمع كلام أو انتقاد من حضراتكم لأن دي حاجة تخص النادي الأهلي مش هقدر أك... قلت قبل كده إن أنا مش هقدر أتكلم عن حاجة ولكن كنت بحاول أطمنكم من خلال بعض الرسائل كنت دايما بحاول أطمن حضراتكم من خلال بعض الرسائل اللي كنا بنقولها أخيرها كان يوم الأربع قلت لحضراتكم قلت لكم كجمهور النادي الأهلي قلت لكم إن شاء الله يوم الحد اللي جاي على النهاردة حيكون عندنا كلام كتير جدا نتكلم فيه ده في أول الحلقة بتاعت يوم الأربع وفي آخرها قلت لكم كده لأن أنا ثقتي كبيرة جدا في النادي الأهلي وفي مدرسة النادي الأهلي الإدارية اللي تعودنا عليه واللي دايما بتحقق نجاحات عظيمة ولسه هنحقق احنا عملناش حاجة بالمناسبة حتى هذه اللحظة ما عملناش حاجة طب إمتى هنتكلم تاني عم إسلام هنتكلم بكرة بعده تاني هنتكلم في حاجات كتيرة تخص الصفقات وتخص أمور الفرقة وتخص كذا كذا بكرة بعده ربنا يسهل كده ونسمع أخبار جيدة خصوصا بعد المؤتمر الصحفي للمدير الفني مارسيل كولر اللي حيبقى متواجد بكرة على الهواء مباشرة مع حضراتكم بالمناسبة على قناة النادي الأهلي من الساعة 12 إلى 12 ونص هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة لنقل المؤتمر الصحفي للمدير الفني مارسيل كولر دايما عايز ثقة حضراتكم تبقى في إدارة النادي الأهلي وفي إعلام النادي الأهلي وفي قناة النادي الأهلي ما تتهزش عمرنا ما بنقدر نتكلم مع حضراتكم أو عمرنا ما هنقول لحضراتكم حاجة غير لما تكون حاجة حقيقية وصحيحة لكن في نفس الوقت لازم تعذرونه شوية لأنه أنا ما ينفعش أطلع أقول حاجة لأنه بيتخذ على اللساني إنه هو كلام رسمي فما بقدرش أطلع أقول حاجة غير لما بتنتهي يعني الناس تقول لي النادي الأهلي تعاقد مع اللاعب الفلاني أصل النادي بتاعه أعلن إنه هو أصبح موجود في النادي الأهلي هقولك هم حرين اللي عايز يعلن يعلن واللي عايز يقول يقول واللي عايز يعمل أي حاجة يقولها ولكن أنا باخد كل أخباري من النادي الأهلي ومن جوة النادي الأهلي اللي أقدر أقوله لحضراتكم إن مش نتظروا أنا قلت الكلام ده بلكده الفترة القادمة سيتم الإعلام فيها تباعا عن الأسماء الصفقات اللي حيتعاقد معاها النادي الأهلي خلال الأيام القادمة. ممكن بكرة ممكن بعده ممكن بعده يعني حيبان. كل حاجة حيبان وكل حاجة من خلال قناة الأهلي ومن خلال إعلام النادي الأهلي حتبقى باينة مع حضراتكم وحتعرفوها. لكن دايما حنفضل كده. ودي دايما حتفضل طريقتنا. وده دايما حيفضل إسلوبنا. لما نلعب ماتش ودي هنقول لكم إن إحنا بنلعب ماتش ودي. إنه دي الأهلي يعني. لما يلعب ماتش ودي هنقول لكم إن إحنا بنلعب ماتش ودي. مش هنطلع نقول إنه ماتش رسمي وماتش عالمي وماتش ما عندناش مشكلة. حتى لو الماتش ده هنلعبه مع ريا المدريد. بالمناسبة إحنا لعبنا مع ريا المدريد في 2001 على ما أتذكر أو في 2000. مش فاكر تحديدا كان إمتى. لما لعبنا مع ريا المدريد وكسبناه 1-0 ما قلناش إن ريال مدريد ده أو الماتش ده ماتش رسمي لا مع إنه الماتش ده كان مهم جدا لكل جمهور النادي الأهل احتفالية نادي القرن الأوروبي مع نادي القرن الأفريقي في ذلك الوقت لكن عمرنا ما قلنا إن ده رسمي وده كذا وده كذا الودي بنقول عليه ودي والرسمي بنقول عليه رسمي ده الطبيعي على فكرة بالنسبة لنا والحقيقة لما نيجي نتكلم عن أي حاجة دايما بنحطها في حجمها دايما بنحطها في حجمها ففي ناس ممكن تلاقي مباريات معينة تفتكرها إن هي أعظم مباراة في التاريخ لأنهم ما عندوش غيرها يعني هو دي اللي يقدر يتعايق بيها زي ما بيقوله لكن أنا كأهلي بقى لما أجأتعايق بإيه أتعايق بتالت العالم آه لإن أنا خدت تالت العالم تلت مرات لعبت في كاس العالم للأندية سابع مرات خدت تالت العالم تلت مرات وبالتالي أقدر أتعايق أقدر أقول اللي أنا عايزه أقدر أقول النادي الأهلي هو نادي القرن الأفريقي أو نادي القرن في أفريقي فأقدر أقول إن أنا النادي الأهلي نادي القرن في أفريقي أقدر أتعايق بالكلام ده لكن لو ما عنديش غير حاجة واحدة على رغم من نهاية حاجة يعني بتحصل بتحصل خلينا نقول بتحصل بس مش هنقول حاجة تانية لكن مش طالما عندك حاجة واحدة هتقول أنا عندي وتقعد تكبر في الحاجة دي وتقعد تكبرها 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 على رغم من نهاية قد كده قد كده لكن النادي الأهلي لما ييجي يتكلم ييجي يتكلم يقولك أنا نادي يقولك خليك أنتوا عايشين في أي وعن ما عايزين نعيش في التاريخ ما هو النادي الاهلي تاريخه من 1997 غد دلوقتي النادي الاهلي تاريخه من 1997 غد دلوقتي فطبيعي جدا أننا نفضل عايش في التاريخ لانه اللي ما لござيش تاريخ مالوش حاضر اللي ما لござيش تاريخ مالوش حاضر وعمرك ما هتلاقي تاريخ زي تاريخ النادي الاهلي فالموضوع بالنسبة لنا موضوع لازم ناخده بكل الطرق عشان كده بقول لحضرتك لما تلاقي مارس الكولر مديرا فنيا للنادي الاهلي. واحد من المدربين الجيدين جدا في اوروبا. بناء على سيرته الذاتية بالمناسبة. مش كلام بنطلع نقوله خلاص. ونتيجه في معظم التجارب سواء في سويسرا او في المانيا. او مع منتخب النمسا اللي خد به عاشر العالم.